السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد بدر من حملة قلناترو كثرة. اليوم نحشع طريق التسجيل على جامعة باتمان الحكومي في ولاية باتمان. للوصول لتاريخ ورابط مفاضلة ننفس على المستفيل اللي اخترق. اضغط هنا. بدأ التسجيل 11-5-2020 راح ينتهى 17-7-2020. رابط نحط الايميل الخاص فينا هون. نحط هذا الكود. تم ارسال شفرة او باسورد على الحساب الخاص فينا. اي. نحطه هون. ناخد الايميل الخاص في دخول. نضغط على المستطيل هات. اذا كنت اجنبه. اجنبه غير صورة تختار الخيار الاول. اذا كنت صورة تختار الخيار التاني. هون نرفع الصورة الشخصية. نقلس هون. اهم شيء ما ننسى انه بعد ما نرفع الصورة الشخصية او الملف البدنية نضغط على الساهم الاختار. تم ايضا الصورة بنجاب. لح تتأكد ان نضغطه. تضغط هون. بيطلق قدامك الملف اللي حملته. نحط هون رقم الجواز تبعك او الكيملي او اول اقامي او الجواز. ثم نحط على الساهم الاختار. تم كليبات بنجاب. نحط هون الاسم. هون الكني. اسم الاب. اسم الام. مكان الولادي. تاريخ ميلاد. ذكر او انسة. تزوج المعازل. الجنسي طبعنا. نختار هذا الخيار. دوم له بالولادي. اذا كنت اي جنسي اجنبي واخذ جنسي تركي او اي جنسي تاني. اختار هذا الخيار. ويتعطي. اذا كان عندك جنسي تاني. هذا الخيار منعيفه فاضي. ما نعمل. ومنحط على المستطيل هات. نكتب العنوار الخاص فينا. بوستر كود. الكود الخاص بالمحافظة اللي انتي موجود فيها. اذا كنت بالمحافظة التركي. تختار المحافظة اللي انتي فيها. اذا كنت مانق موجود بالمحافظة التركي. بتكتب اسم المديني اللي انتي موجود فيها. مثلا انتي بسعودي بتكتبون رياض. او يعني اللي بالدكاء. وبتختار انتي بقين الدولي حاليا. رقم الهاتف خاص فينا. ومنضغط على المستطيل. تمام. معلومات تانويه تبع. اول شي منحط الشهادة الاصلي. هذا الخيار. ومنحط على السهم الاخبر. تاني خيار. كشف العلامات خاص فينا. تمام. سهم الاخبر. اسم الثانويه اللي تخرجت منه. المحافظة اللي كانت موجودة فيها الثانويه اللي تخرجت منه. الدولي اللي كانت موجودة فيها الثانويه. مدة الدراسي طبعك من الابتدائي لحد ما خلصت الباكالوريا. كم سنين. شهادتك نوع علمي او ادبه او مهنه تكتب هنا. اذا علمي تحط صعيسك. اذا ادبه تحط صدق. متى بدأت دراسة الثانويه? اذا كان شهادتك سوريه تحط مثلا انتي الفين وخمسطعش. تخرجت الفين وسبت عشر. تحط الفين وخمسطعش. الخيار التحته سنت تخرج. اي مكانة. واذا كانت شهادتك او تحط تاريخ من التاسر. للباكالوريا. كم سنين اخدت معا. نظام العلامي تبع الشهاده تبعه. 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 اذا كان معك يوس او سر. او هذا الامتحان او هذا الامتحان. تختاره. زي كنت تفاضل على اليورس تختار اليورس. ترفع شهادت اليورس. تاريخ امتحان اليورس. علامتك باليورس. من شخص. لا تنسى تحط على اشارة الزائج. اكليك. اك. بتكون ضبط علامة اليورس تبعه. رح تكون المفاضلي على اساس علامة اليورس. اذا ما معك يوس. تترك هذا القيار الفاضل تحط على رغم مستقيم. وتروع على الخطوة البعضة اللي هي اختيار الرغبات. اختيار الرغبية بالتكرة تحط على اشارة الزائج. بس تخلص. من اختيار الرغبات تحط على المربعة لصغير اشارة. تحط تمام. هون. وهيك بتكون انت سجلت على الجامعة و رح تجيك بيسأل الايميل انه تم اخط طلبك بنجاة. ها وجدت الرسالة. هذا السيستيمات جامعة بيقيم طلبك واوراقك. وبعد كترة صغيري بيردلك بقلك. تم الموافقة على التسجيل طبعك. او في عندك غلط يرجى تعديله. يعني انتي لتتظلت راقب الايميل لح تتجيك رسالة ثانية ويقلك تم تقييم طلبك. تفوت لهم على المستطيل الاصفر. وبتشوف حالة التلق. اذا كان موافق عليه بيكون مكتوب بكون اي لاندر. اذا كان تي نقص بيقلك اكسيك. وبتعديه. انتي مسلا اكتشفت عندك غلط معلومات الثانوية. بترافع ملف في الغلط. بتروح. بترفع الملف الصحيح من جديد. بتحط وبتحط على هذا المربع. هذا المستطيل. كائد. سيف. هيك بيكون عدرت لغلط طبعك ورجع راح الطلب من جديد لعندهم للتقييم. هيك بيكون انتهى التسجيل على بهاي الجامعة وبالكوطيق الجميع.